شهد الشرق الأوكراني وما زال يشهد تطورات عسكرية خطيرة كشفها الرئيس فولودومير زيلنسكي حيث وصف الوضع على خط المواجهة بالصعب للغاية في منطقة دونباس أوضح زيلنسكي أن الجيش الروسي يحاول التقدم في منطقة دوناتسك التي لم تسقط بالكامل بعد في يد روسيا بالإضافة إلى محاولة الحصول على موطئ قدم في لوجانسك الرئيس الأوكراني أشار أيضا إلى أن القوات الروسية تحاول الانتقال إلى خاركيف القريبة جغرافيا من روسيا لافتا إلى أن الروس يخططون لشيء في الجنوب في إشارة على ما يبدو إلى منطقة خرسون هذه المعطيات تتزامن مع تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن تدرس جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بما فيها أنظمة الباتريوت وهذا مطلب أوكراني متكرر منذ أشهر عدة تصريحات البنتاجون أكدها البيت الأبيض الذي قال إن واشنطن تدرس إمكانية الحلفاء فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي وفي مقابل هذه التصريحات قالت روسيا على لسان رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف بأنها ستستهدف هذه المنظومات الدفاعية إذا ما حصلت عليها كيف وتعرف منظومة الباتريوت بأنها منظومة دفاع جوي صاروخي مخصصة لتدمير الأهداف الجوية وتعقبها كما أنها تغطي دائرة قطرها 150 كيلومترا على صعيد الدعم الغربي أيضا تسلمت أوكرانيا من فرنسا رجمات صواريخ يبلغ مدها 70 كيلومترا وهي نوع من متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ بعد هايمرز وآي أم 270 تؤشر كل هذه المعطيات إلى أن المواجهة ما زالت على أشدها بين أطراف الصراع وأن جبهات المعركة ما انتهدأ حتى تشتعل من جديد